ليه خالد الغندور؟ الناس كتير اتعرف والناس كتير لا متعرفش مجل متعلم كويس مع لغات كويسة اشتغل كتير بشكل مهني كبير في الاعلام ليه ملكش دور اداري في نادي الزمالك او حتى دور اداري في اتحاد الكورة على مدار كل هذه السنوات؟ عدو مجلس اداري اتحاد الكورة عدو مجلس ضاية نادي الزمالك عشان اتجحت للاعلام اكتر وبعدت عن القصة دي بس انا يعني انا دخلت على الفكرة اه ده لم ناس كتير متعرفش انا موجود في اللاجنة الفنية لنادي الزمالك الل BrahTA مم بقى لي يسم يمكن من شهر ولا حاجة مم وفي نفس الوقت يمكن بفكر جدية ان بعد اربع سنين اخش مجلس اداري الزمالك بعد اربع سنين اخش مجلس اداري الزمالك اه يعني بعد تلات سنين يعني عدى منهم سنة مسو Friends della volte اق knivesгоau calle شوية شاء الله بعد تلات سنين بفكر ان اخش المجلس اداري مجلس اداري مستقبل او مقايمة؟ لا هيبقى مع قيمة اكيد على حسب القيمة ايه و مين اللي هيترشح و كده فمفكر يعني وعايز اقول كلمة بس اخيرها يا كريم على فكرة التطبيل تعرف يقولك خلال غنظربي طب المرتضى منصور و الحاجات دي اولا مشتور المرتضى منصور ناجح يعني ما احدش يقدر يستطيع ان كمية النجاحات اللي موجودة في النادي دي بكمية الصعوبات نقول المرتضى منصور مش ناجح فما بتيجي تمدح مجلس ادارتك اللي بترقصه مشتور المرتضى منصور فانت بتمدحه عن واقع ان الراجل ناجح فعمله و في نفس الوقت عملك اعلامي في قناة لا يسمح ليك بان انت تنتقد بالزبط كده مثال في قناة النادي الاهلي قناة بيعمل فيها ناس محترمة هل يستطيع احد ان ينتقد مجلس ادارة الاهلي يستطيع احد امن ان انتقد مجلس ادارة الاهلي حتى لو النادي الاهلي لم يفوز بالبطولات سنة مثلاً كبيثة السنة دي هل يستطيع احد ان ينتقد مجلس ادارة الاهلي او قراراته هنا.. نعمق له من القرار إن إحنا نقف في ظهر مجلس إدارتنا ونمدحه ونقوله شكراً وقت النجاح ووقت الإخفاق بنكون في الظهر عشان سابورت ونقف تاني على رجلين وده نفس القصة بنسبة لها